هذا وقد عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات مشتركة مع سعادة السيدة إليان تيلور رئيسة مجلس النواب البلجيكي وسعادة السيدة ستيفاني دوز رئيسة مجلس الشورى البلجيكي وذلك في مقر المجلسين في العاصمة البلجيكية بروكسل وتناول اللقاء أهمية الشراكة بين مجلس النواب في مملكة البحرين ومجلسين النواب والشورى في مملكة بلجيكا وفي هذا الصدد أكدت رئيسة مجلس النواب أن هذا الاجتماع يشكل خطوة في اتجاه ترجمة الإرادة المشتركة للبناء على ما يجمع المملكتين الصديقتين من علاقات متميزة مشيرة إلى أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وخلال الاجتماع استعرضت معاليها مسيرة الإنجاز الذي أحرزته مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة كورونا مؤكدة أن الجهود الوطنية التي قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أدت إلى تحقيق إنجازات رفعة مشيرة إلى ما تشهد المملكة في تطوير منظومتي التعليم والصحة وما تسجله من جهد رفيع في مجال رعاية حقوق الإنسان سواء على مستوى التشريعات أو العمل المؤسسي أو الممارسات الواقعية مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أنتجى نماذج نجاح يحتذا بها منوهة في الوقت ذاته بالتجربة الناهضة للمرأة البحرينية التي قادتها قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة البجلس الأعلى للمرأة من جانبهما أعربت رئيسة مجلس النواب ورئيسة مجلس الشورى في بلجيكا عن الرغبة المتبادلة لتحقيق التقارب وإيجاد مسارات عمل مشتركة بين السلطتين التشريعية في البحرين وبلجيكا وتعميق مستوى التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين الصديقين ونوهتا بالإعجاب لما قدمته مملكة البحرين من نموذج مثالي في انتقال المرأة البحرينية لمستويات متقدمة من التأثير في كافة المجالات خاصة في المجال السياسي ترجمة نانسي قنقر